نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار أعمال تنمية وتطوير قطاع التعليم بشمال سيناء والذي يأتي على رأس أولويات الوزارة سواء من خلال ترميم وتجديد المدارس القائمة أو من خلال إنشاء مدارس جديدة وأوضحت الوزارة أن جملة الاستثمارات التي تم إنفاقها على قطاع التعليم بشمال سيناء خلال عامين بلغت نصف مليار جنيه